تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية وفي إطار توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بدء الوزارة اليوم بتوزيع مشروع أم الحصم الإسكانية على المواطنين المستفيدين وقال الحمر إن الوزارة ستكثف استعداداتها في إعداد البرنامج الزمني لتوزيع الوحدات وستسخر طاقاتها من أجل ضمان استمرار عملية التوزيع والتسريع بها حتى يتسنى إتمامها في أقصر مدة ممكنة مشيرا إلى أن جميع المشاريع المطروحة ضمن البرنامج الزمني للتوزيعات تندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت مضلة برنامج عمل الحكومة لبناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية التي أمر بها عاهل البلاد المفدة حفظه الله رعاه بتنفيذها في أسرع وقت ممكن وتوزيعها على المستفيدين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة وأضاف أن الوزارة تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام إلى الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها في اليوم الأول طبعا استقبلنا أهالي أو المواطنين مرشحين لمشروع أم الحصم وفي الأيام القادمة إن شاء الله راح تواصل توزيع الوحدات السكنية من ضمن الخمس آلاف لتشمل مشاريع استراتيجية ومختلف مناطق البحرين ومثل ما قلت إن شاء الله نأمل الانتهاء من توزيع الخمس آلاف خلال شهرين من اليوم نحمد الله أننا حصلنا بيت في مشروع أمو الحصم الإسكاني الوزير الإسكان ما قصروا يعني في المشروع الحمد لله يعني أنا كنت أنتظرها بفترة طويلة وشعور وايد وايد حلو أننا حصلت البيت وأتمنى بيت يكون بيت منزل مبارك لنا وللجميع إن شاء الله اللي حصلوا في المشروع شعوري ما يوصف لأننا استلنت بيت وأشكر الحكومة وجلالة الملك الحمد لله فضالة يعني نحصلنا بيت وهي فرحة قهالي أنا أشكر ولي العهد على توزيع الخمس آلاف وحدة السكنية للمواطنين البحرينيين شعوري فرحة مثل أي فرحة أي مواطن ليستملك بيت